دنت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم ومركباتهم ورأت الوزارة أن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعيا يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال الإسرائيلية محملة كل من الحكومة الإسرائيلية والأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ويشار إلى أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بإحراق مركبتين لعائلة فلسطينية في قرية مجدل جنوب شرق نابلس كما وعطبوا إطارات نحو خمسين مركبة فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في بلدة كوفريديك غرب محافظة سلفيت